بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمسلين محمد بن عبد الله النبي صادق الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إليه ومدينه وعن نامعهم رحمتك ورحمة الرحمن اللهم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حين تحدثنا عن أحاديث الحلال وبين والحرام وبين وتحدثنا أيضا معه عن ثلاث أحاديث كلها في الأربعين النووية ذكرت في نهاية الحديث أن من الضروري حين نحاول فهم حديث ما أن نفهمه بعد الدراسة مستفيدة الدراسة المستفيدة قد تشمل حديث أخرى روايات أخرى قد تشمل طبعا الآيات الأخرى قد تشمل السياق قد تشمل سبب النزول قد تشمل الفهم من ناحية أصولية وقلت بأن الحديث الآخر الذي سنتحدث عنه سيكون أيضا مثال لهذه الناحية اليوم الحديث عن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويكيم الصلاة ويؤيت الزكاة فإذا فعلوا ذلك أصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله هذا الحديث لا يمكن أن يفهم فهما شاملا صحيحا بعيدا عن الأدلة الأخرى والروايات الأخرى وبعيدا عن سبب ورود الحديث فالقراءة المجتزئة لا تعطي المعنى الصحيح للحديث هذه ناحية ناحية الثانية المشكلة كيف يفهم بعضهم هذا الحديث بعضهم يفهم هذا الحديث أن هذا الحديث هو أمر بقتل كل شخص غير مسلم تجده أمامك معاذ الله مع أنها الدماء محرمة نفوس محترمة عصمها الإسلام ومع ذلك تجد من يقول هذا ويطبق هذا عملية ووجدنا هذا بثا حيا عن طريق داعش وأخواتها فلذلك من أجل فهم هذا الحديث يجب أن ندرس روايات الأخرى ويجب أن نفهم الحديث مثلا أول ناحية تقول أمرته الرسول صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بوصفه نبيا فقط نبيا رسولا لكن نبيا رسولا قائدا إذن تطبيق هذا الحديث ليس للأفراد بل هو للكيادة السياسية هذه ناحية الناحية الثانية لم يقل أمرته أن أقتل هناك فرق بين أقتل وأقاتل أقاتل يعني مثل مفاعلة على وزن المفاعلة تحتاج إلى طرفين يدخلان فيه كتال وقد ينجم عنه قتل وقد لا ينجم عنه قتل يعني الكتال في بدر نجم عنه قتل الكتال في أحد نجم عنه قتل الكتال في الخندق لم ينجم عنه قتل ممت مثلات أشخاص فلذلك الحديث هذا ليس أمرا بالقتل إنما إذن بالكتال ثم الناحية الأخرى في هذا الحديث الروايات الأخرى هنا تقول أمرت أن أقاتل الناس الروايات الأخرى نجدها عند النسائي في صحير النسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك كان خادم النبي وكان من الصحابة المقربين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل المشركين حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الحديث رواية البخاري أن أقاتل الناس رواية النساء أن أقاتل المشركين هنا النقطة هذا ليس أمرا الناس ليست على عمومها بل المشركين ولذلك تجد ابن حجر في تعليقه على حديث البخاري في فتح الباري يقول فإن قيل مقتضى الحديث قتاله كل من امتنع عن التوحيد فكيف ترك قتاله مؤد الجزة والمعاهد؟ معروف أن المعاهد لا يقتل ومؤد الجزة يعني رعاية الدولة لا يقتلون طبعا داعش قتلت كل هؤلاء فإن قيل إن مقتضى الحديث يعني قتال كل من امتنع عن التوحيد فالجواب من أوجه يذكر الوجه الأول والوجه الثاني الوجه الثالث وهو المهم بيت القصيد يقول أن يكون هذا الحديث من العام الذي أريد به الخاص يعني كلمة ناس عامة لكنها ليست على عمومها يلفظ عام أريد به الخصوص مثل قولي تعالى الذي قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم هو شخص واحد قال لهم لم يقل الناس لكن ذكر الناس وعراد به شخصا معينا يعني عام أريد به الخصوص فهنا أمرت أن نقاتل الناس عام أريد به الخصوص لا يقصد جميع الناس بل يقصد ناس مخصصين فيقول ابن حجر أن يكون من العام الذي أريد به الخاص فيكون المراد بالناس في قوله صلى الله عليه وسلم مقاتل الناس أي المشركين من غير أهل الكتاب طبعا غير المعاهدين وغير المستأمنين وغير الذين أعطوا الأمان ويدل عليه ابن حجر يقول ويدل عليه رواية النسائي بلفظ أمرت أن أقاتل المشركين هنا تأتي أهمية دراسة الأحاديث المجتمع ليس حديثا واحدا لا تقفز إلى أي استنتاج مجرد قراءة حديث واحد السنة كلها حجة والحديث الواحد بمعزل عن الأحاديث الأخرى أو الأدلة الأخرى لن يعطي رأي صحيح وهنا إذا قرأنا هذا الحديث بمعزل عن رواية النسائي سيكون الفهم مغلوط الفهمه من خلال النسائي رواية النساء أمرت أنوا قاتل المشركين ومن المشركين في الواقع ليس كل المشركين مشركي العرب الذين خيروا بين الإسلام والقتل العرب المشركون عاشوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وفهموا لغة العرب وأدركوا أنه رسول الله والذين امتنعوا امتنعوا كبرا وعنادا لا عن قناعة أو حزم الذن من عند أنفسهم أو لماذا أرسل نبي بن هاشم ولم يرسل بن أمية أو لماذا أرسل من مكة ولم يرسل من الطائفة وقالوا على الله أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم رجل آخر فلذلك حتى المشركين مقصود بهم مشركو العرب لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قبل من مجوس هجر الجزية وقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكل ذبائحهم ولا ناكحي نسائهم فإذا هذا الحديث ليس إذنا بكتال جميع الناس وبالذات الذين عاشوا معنا منذ قرون يعني تتحدث أنت عن بلاد الشام لما دخلها المسلمون ومصر لما دخلها المسلمون كانت محتلة من الرومان ولكن أهل البلاد دخلوا تحت حكم الإسلام طبعا والرومان خرجوا من تلك المنطقة الاحتلال الرومان انتهى بدخول المسلمين والمسلمون لم يدخلوا محتلين فلدخلوا محررين فاتحين فلا يزال حتى الآن موجود نصارى في مصر نصارى في الفلسطين في الأردن في العراق في لبنان كيف تبيح لنفسك قتل هؤلاء وفيهم مثلا أب منويل مسلم يقول نحن لا نرضى بديلا عن العهدى العمرية أو مكرم عبيد من أبناء مصر الذي قال نحن مسيحيون دينا مسلمون وطنا كيف تقتلهم بأي أساس بأي مستند تبيح لنفسك قتل نفس حرم الله عز وجل إلا بالحق فلذلك حديث يتحدث عن نوع معين من الناس وهم مسركوا العرب والخطاب ليس لأفراد المسلمين بل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بوصفه إماما فتنتقل المسئولية إلى الإمام بعد الرسول صلى الله عليه وسلم انتقلت المسئولية إلى أبي بكر وهل أم جرة فهذه التنظيمات من الذي أعطاها صلاحية التصرف نيابة عن الإمام لا يجهد إمام لا يجهد خليفة للمسلمين ومن قالوا عنه أنه خليفة ليس خليفة البغدادي لأنه بايع نفسه لم أسمع يعني لا يختلف عن أي حاكم ديكتاتوري مقتصب للسلطة بالقوة وبالاستعانة ببعض الجهات الأجنبية الخارجة عن المنطقة قبل لنفسه ولمنظمته أن تكون أداة بيد الجهات الأجنبية فصاروا يرتكبون هذه الجرائم أن أقول عنها جرائم مضاعفة قتل النفس جريمة والتصرف دون إذن الإمام جريمة والزعم بأن هذا باسم الإسلام جريمة أخرى فلذلك هذا الحديث لا يبيح ذلك مطلقا طبعا قد يقول إنسان ماذا عن قوله تعالى في سورة التوبة قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الذين الحق من الذين أوتوا الكتابة حتى يعطوا الجزة عن الذين وهم صاغرون لا يقلق قاتلوا ليس فقط المشركين الفاقع الآية تشمع المشركين وأهل الكتاب كما قالوا المفسرون لأن أهل الكتاب يؤمنون بالله ويؤمنون بالبعث فإذا الآية تتحدث عن صنفين لكن أيضا ما معنى هذا لا يمكن أن نفهم معنى هذا إلا بالرجوع للآيات والأخرى متعلقة بالجهات الجهاد آياته كثيرة جدا لا يوجد فيها ناسخ ولا منسوخ لا توجد آية وتتعلق بالجهاد نسخت مطلقا قاتلوا الذين يقاتلونكم ليست منسوخة مثلا فإذا من ناحية الأخرى فهم سياق الآيات وواقع سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أولا الإسلام ليس دينا سلبيا الإسلام أجازة القتال لكن أجازة القتال في الوقت الذي تعجز فيه الدبلوماسية عن الحل لذاء الدبلوماسية وتوى القوة وجهان العملة الواحدة فيجب على الدولة الإسلامية أن تتبع الطرق الدبلوماسية من أجل حمل الدعوة ومن أجل اتصال بالعالم ومن أجل بناء علاقتها مع الآخرين لكن العلاقات قد تتوتر في لحظة ما وقد تتأزم في لحظة ما وتعجز الدبلوماسية عن الحل عندئذ ممكن اللجوء إلى القوة ضمن أحكام شرعية معينة وليس إذنا عاما بالذهاب لكتال الأحمر والأسود من الناس الإسلام لم يأتي دينا حربا على العالم بل أثى الإسلام لهداية العالم هذه ناحية الناحية الثانية بمراجعة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أنا كنت بمراجعة غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الناس قولون بأن الرسول بادأ قريشا في غزوة بدر وبادأ الروم في غزوة مؤتة في الواقع لو درسنا هذه الناحية وهذه الناحية في الواقع تستحق منا أن نخصص لها عدة حلقات نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبادئ قوما بالكتال بمن في ذلك قريش التي بادأته بالتعذيب والطرد والقتل وما شاكل حتى غزوة بدر لم يبادئ الرسول صلى الله عليه وسلم فيها قريشا بالكتال سياق غزوة بدر يدلنا أنه بعد هجرة المسلمين إلى المدينة أولا قريش اتصلت بعض سكان المدينة ومن جملتهم ابن أبي من أجل طرد المسلمين وهددوا منهم سيعتون لكتالهم ثم أتوا في بدر الأولى ابحثوا في السيرة عن بدر الأولى تجد أنهم أتوا ليغزوا المدينة وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ولكن لم يحدث كتال الآن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم أمام أمرين إما أن يظل ساكنا لا يتحرك سلبيا إلى أن تأتي قريش وتستأصل كل ما بناه الرسول صلى الله عليه وسلم وإما أن يبادر بسياسة فعالة من أجل التعامل مع قريش والسياسة الفعالة هذه في الواقع كانت قريش تدركها يعني في أحد الحوادث التي كانت في غزوة بدر أحد الأنصار زار مكة وذهب إلى الكعبة من أجل أداء العمرة ومعه من أعطاه الجوار رجل مشرك ثم نكويه مشرك آخر أحسبه أبو جهل إن شاء الله إذا تحدثنا عن غزوة بدر سأحطي كثير من التفاصيل فقال له كيف تأتي تؤوي محمد كيف تؤون في المدينة محمد والله سنأتي كون رقا وحاول أن يقتله الذي أعطاه الجوار قال له انظر إن هذا على طريق تجارتك إن هذا على طريق تجارتك قريش كانت تدرك الواقع ومع ذلك تحرشت بالمسلمين وذهبت إلى بدر الأولى والرسول صلى الله عليه وسلم قابل طبعا هذا الأمر بتصعيد آخر فذهب ليهدد طريق التجارة كريش ركبت رأسها وجاءت للكتال وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني هذه كريش رمت عليكم فلذات أكبادية هي التي رمت هي التي بادرت وانتهى الأمر بفوز المسلمين وانتصارهم الحد لله رب العالمين الآن بالنسبة لغزمة مؤتة سنرى أنه هناك أمور حدثت قبل غزمة مؤتة الروم كانوا يتحرسون بالمسلمين بالمناسبة الروم لم يكونوا سكان المنطقة الأصليين كانوا محتلين كانوا يسهمون أن أساسوا العذاب لدرجة في مصر منعوا الأقباط من ممارسة شعائرهم وباب الأقباط كانوا متخفيا ولم يرجع باب الأقباط إلى بابويته إلا بعد أن دخلها المسلمون وعمر بن العاص كاتب عمر بن الخطاب وقال له عمر بن الخطاب ابحث عنه وارجعه إلى كنيسته وبحث عنه عمر بن العاص وعطاه الأمان وارجعه إلى كنيسته لخدمة رعيته هذا هو الإسلام فالروم كانوا محتلين في بلاد الشام كانوا محتلين في مصر في بلاد الشام مثلاً في السنة الخامسة للهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى دومة الجندل في ألف من أصحابي إلى دومة الجندل لماذا؟ لأن الأنباء وصلتوا أنهم يحشدون لمهاجمة المدينة فلم ينتظرهم حتى يأتوا لمهاجمته فخرجوا إليهم ثم انتهت الأمور الحمد لله رب العالمين دون القتال ثم بعد ذلك والي الروم على مدينة معان معان هذه الآن مدينة في الأردن جروب الأردن والي الروم على مدينة معان عروة بن عمر الجذامي أسلم ورسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمت علمت رقل به فصلبه وقتله ثم أصدر أمراً بقتل كل مسلم من أهل الشام هذا قبل غزوة موتة الإسلام وصلهم وأسلموا قبل غزوة موتة ثم في السنة السابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل الحارث بن عمير الأزدي رسولاً ومعه هدايا إلى ملك غسان اعترضته بعض القوى في تلك المنطقة من الروم و قتلوه سبحان الله ثم هددوا بالزحف إلى المدينة فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون مكتوب في اليدين وهو يحمل هذه الرسالة فأرسل لغزوة موتة ثم أتبعها قبل وفاته بجيش أسامة ثم توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء الصحابة فامتدوا فساروا بالسياسة في الواقع استمرارية ما بداه الرسول صلى الله عليه وسلم إنه ذهاب إليهم والتعامل معهم بحيث أن يتم تحييدهم وانتهت الأمور طبعا إلى الكتال إن انتهت الأمور إلى الكتال والانتصار ومن أسباب انتصار المسلمين أن أهل البلاد ساروا مع المسلمين ثم عمر بالعاص رأى أن يذهب إلى مصر واقترح ذلك على عمر الخطاب عمر الخطابة فقاله ذهب عمر بن العاص وساعده أهل مصر وأرجع البابا إلى كنيسته فلذلك يعني الصحابة لم يفقوا ذات يوم وهم يحملون السيوف ضد العالم سياسة معينة يجب على الدولة الإسلامية أن تبنيها من أجل لأن كل دولة في العالم لها سياسة ولها مصالح الفرق بين الدولة الإسلامية وغيرها من الدول أن المصالح الدول الأخرى إما قومية إما عنصرية إما مادية لا تختلف عن هذه الأمور وفي ناس في سبيل سياسة عنصرية أفكار عنصرية قاتلة أدخلوا العالم في الحرب العالمية الثانية مثل هتلر ولكن الآن في مصالح قومية ومصالح اقتصادية مصالح الدولة الإسلامية أيديولوجية رسالية رسالة الإسلام مصلحتنا الإسلام يجب أن نحمل الإسلام إلى الناس إذا رفضتم ذلك ينبغي أن نتعامل مع هذا الرفض بالسياسة معينة لا يوجد فيها مظهر الاعتداء أو مظهر العدوان ولذلك أنا أستغرب من الذين يركزون البحث في الجهاد هل هو للهجوم أم للدفاع لا لهذا ولا لذاك هو دولة معينة تتبع سياسة معينة لنشر الدعوة معينة لرفع الظلم عن ناس معينين بعض الأحيان يتم هذا الأمر بالطرق الدبلوماسية بعض الأحيان تحتاج إلى القوة هكذا بكل بساطة ولا يجوز طرح الجهاد خارج هذا الإطار الجهاد المقصود به الجهاد المصطلحي طبعا هناك الجهاد بألفاظ بمصطلحات معينة بمعاني معينة هذا ليس موضوعنا فلذلك هذا الحديث لا يدل على قتال الأخبر والأسود من الناس هذا الحديث يتحدث عن فئة معينة والمشركون أو مشركون العرب الذين خيروا بين الإسلام والكتال ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبادل لقتلهم قريش هي التي بادرت خيبر قد يقول إنسان لماذا ذهب إلى خيبر خيبر كان هناك اتصالات بينها وبين قريش من أجل تشكيل حلف لمهاجمة الرسول صلى الله عليه وسلم وقبلها كانت غزوة الأحزاب التي كانت من قريش وبعض قبائل اليهود في المدينة نقضوا العهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون مكتوب في اليدين فتعامل معهم وفق مقتضيات الظروف فبعد غزوة بعد صلح الحديبية الرسول صلى الله عليه وسلم أسقط محاولات خيبر ومكة لبناء تحارف ضد المسلمين فحيد قريشا بمعاهدة الحديبية ثم ذهب من أجل التعامل مع خيبر وعراد عليهم عدة أمور رفضوها ولم يبك إلا الكتال فحاصرهم الرسول صلى الله عليه وسلم وانتصر عليهم فالحديث بعبارة أخرى لا يتحدث لا يعطي إذنا بقتل كل إنسان مطلقا وأنا لا أقول هذا الكلام إلا من منطلق واحد ضرورة فهم النصوص بشكل متكامل صحيح ضمن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نقول بأن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم جزء من السنة والسنة بيان للقرآن وهي تفسير وتطبيق عملي للقرآن الكريم وذكرنا أنه التخصيص عامي وتقييد مطلقه وإلحاق حكم بحكم والإتيام بحكم آخر كل هذا من الموضوع علاقة بين القرآن والسنة وتحدثنا عن ذلك في عدة أشرطة عن حجية السنة فإذن هذه السيرة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تدرس نفهم كيف مارس الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأمر كيف نفذ سياسته وكيف استمر عليها الصحابة من بعده نستهدي بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ونقتدي بالذين من بعده لأن هذا فيه خير دليل على رؤية تطبيقات الإسلام لموضوع الجهاد وفي الواقع هناك ناحية أخرى أردت أن أتحدث عنها في البداية يعني وأنا أتحدث إليكم الأخبار التي أتت من القدس بيت المقدس باعتداءات المحتلين المتكررة طبعا الآن هو يصادف ذكرى النكبة في الخامس عشر من نايو أو ما يسمونه تأسيس الدولة وللأسف بعض القادة بعض المسلمين هنأوا قادة الاحتلال على ذلك فمنهم سفارة الإمارات وهي ليست سفارة الإمارات هي سفارة أبو ضبر لأنه ذكرنا حين وقع الاتفاق هذا الاتفاق لا يمثل الإمارات خمس إمارات في الإمارات العربية المتحدة لم توافق على ذلك فهذا الكلام قبل بدء التسجيل قرأتك اسما منه وكنت أود أن أبدأ الحديث به لكن آثرت أن أدخل في الحديث عن موضوع الأربعين النووية تكملة للإستسلسلة التي تعد إن شاء الله رب العالمين وأسأل الله عز وجل أن يعيننا على إنهائها حتى نهاية الشهر القضيل وتقبل الله عز وجل طعاتكم وغفر الله لنا ولكم ربنا لا تؤخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو أنه وفل لنا ورحمنا أنتم ولانا فانصرنا عليكم الكافرين وتقبل الله طاعاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر